أزحت فوكسفاجن الستارة عن سيارة جديدة طورتها لتكون مركبة شبابية عنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت وأتت سيارة تايغو الحديثة من فوكسفاجن بهيكل كروسوفر مدوسط الحجم طوله 4 أمتار و 35 سنتيمترا تقريبا ويتميز الهيكل بسيابية عالية وباب خلفي مائل مجهز بجنح هوائي صغير كما زودت بعجلات أنيقة تتروح قياساتها ما بين 16 و 18 إنشانة وحصلت المركبة على سقف بنورامي كبير ومصابح أمامية وقشفات ضباب تعمل بتقينيات LED مجهزة ببرمجيات حديثة لتتناسب مع مستوى الإضاءة المحيطة أما قمرتها من الداخل فحصلت لأنظمة ميلتيميديا متطورة شبيهة بتلك الموجودة بسيارات التيجوانة وعلى الشاشات اللمسية تتراوح مقاساتها ما بين 6.5 إلى 10.2 بوصة كما جهزتها فوكسفاجن بنظام لتثبيت السرعة أثناء السفر وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية وستطرح هذه السيارة بعضة أنواع من المحركات منها محرك بثلاث سطوانات بسعة واحد لتر بعض مائة وعشرة أحصنة ومحرك توربيني بسعة واحد ونصف لتر بعض مائة وخمسين حصانا وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات ترجمة نانسي قنقر